نوافذ المستشفيات الروسية الشهد الأول على معاناة الأطباء مع تفشي جائحة كورونا ثلاثة أطباء القواب أنفسهم من نوافذ ثلاث مستشفيات ما أدى إلى وفاة طبيبتين وإصابة آخر بجروح خطيرة الغموض يحيط بالحوادث الثلاث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين والتي تتصل فيما بينها بخيط واحد بحسب المراقبين هو حجم الضغوط ونقص المعدات التي يواجهها الأطباء والممرضات بالإضافة لمنعهم من الحديث عن معاناتهم يتضح ذلك من آخر الحوادث التي كان ضحيتها الدكتور أليكسندر شوليبوف حيث سقط من نافذة في الطابق الثاني بالمستشفى التي يعالج بها بعد إصابته بفايروس كورونا ما أدى لتعرضه إلى كسور حادة وكسر بالجمجمة المثير في الأمر أن الطبيب الروسي كان قد نشر مقطع فيديو مع زميل له يشكوان من نقص معدات الحماية بالمستشفى التي يعملان بها ليتم تهمه بنشر أخبار كاذبة وإحالته للتحقيق ما أثارت كهنات بأن الضغوط التي تعرض لها بعد نشر الشكوى كانت السبب في أن يلقي بنفسه من النافذة أما في أواخر الشهر الماضي فتم الإعلان عن وفاة الطبيبة ناتاليا ليفيديفا إثر سقوطها من نافذة في مستشفى بموسكو مسؤول الصحة قالوا إن سقوطها كان مجرد حادث غير مقصود إلا أن بعض وسائل الأعلام أشارت إلى أنها قتلت نفسها بعد فشلها بحماية موظفيها من الإصابة بالعدوى ليتم الإعلان بعدها بيوم واحد عن وفاة الطبيبة يليانا نيبو منشايا التي ألقت بنفسها مباشرة بعد مكالمة جماعية مع مسؤولي الصحة الإقليميين من نافذة المستشفى التي تديرها بغرب سيبيريا الشرطة تقول إنها تحقق في ملابسات الحوادث المتكررة لكن بالنسبة لزملاء هؤلاء الأطباء فإن هناك حقائق ليست بحاجة للتحقيق أهمها أن ضغطا متزيدا ولد انفجارا قد يهدي بحياة المزيد منهم انتحارا أو انهيارا